بدأت الحلقة بالحديث عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي المعتقل في السجن العقرب وحتى الآن منذ الثالث من يوليو وأبدأ معك أيضا بالحديث عن السفير رفاعة الطهطاوي كيف ترى عملية التعنت مع رجل كان سفيرا لمصر في الخارج كان دبلوماسيا وهو دبلوماسي ثائر بالمناسبة كيف ترى تعامل وتعنت النظام مع السفير رفاعة الطهطاوي في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام أشهر خلق السيد المسرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أن أداء النظام الإقلابي في مصر مع المعتقلين السياسيين أداء خارج نطاق العقل والتصور خارج نطاق القانون والدستور حجم التعانونة الذي يحدث مع هؤلاء المعتقلين فوق الوصف وفوق الحساب الحقيقة غير معقول أن يتم القبض على كل مساعدة السيدة الإيسر الجمهورية بلا أي تهمة ولا أي جريرة ثم بعض القبض عليهم نجاهز لهم تهمة فتكون التهمة هي التخابر مع من؟ تخابر مع إسرائيل؟ تبقى جريمة كبيرة أوي لا التخابر مع حماس وأنا الحقيقة مش قد أتفهم حتى الآن كيف يتخابر النظام المصري مع حماس؟ نظام مصري في عهد الرئيس مرسي حيتفق مع حماس على إيه؟ طيب النهاردة النظام القائم في مصر الآن بيتعامل مع حماس هل ممكن بقرأ التهم أنه كان بيتخابر مع حماس؟ إزايا؟ تيجي إزايا؟ مش قد أتخيلها مش قد أفهم يعني النظام المصري القائم هيعمل إيه مع حماس؟ هي حماس دي يعني ممكن تعمل إيه؟ أكتر من أنها تواجه العدو الإسرائيلي في حدود الإمكانات المتاحة لديها هذه تهمة موجهة للسفير رفع طهطاوي نعم التخابر مع حماس وأيضا تهمة التزوير نعم هل الدكتور رفع طهطاوي يدفع ثمن وجودي إلى جانب الدكتور محمد مرسي كرئيس لديوان الرئاسة في ذلك الوقت؟ بالقطع هو بيدفع هذا الثمن ولكن يعني مش عارف أقول إيه في التهمة التي لفقتها النيابة وتجارة معها القضاء المصري يعني